أنا من مرحلتي كنت أتابع نجم عبد الكريم عندما كان يقلد أصواتا في أفلام الكرتون في الرجل الحديدي في هذه المرحلة يمكن كثير من الناس لا يعرف أنه أنت كنت تقوم بأدوار في الرجل الحديدي مثلا الرجل الحديدي شاءت الظروف وهذه مشاعة أني أقلد أكثر من صوت لأن البرنامج الذي كنت أقدمه مع الشريف العالمي في الخمسينات أو في الستينات كنت أقلد فيه مع جموعة من الشخصيات بلهجاتها المختلفة كيف؟ يعني مرة أنا أكون كويتي يا جماعة تعالوا نقعد نعود فين الصعيدي واللبناني لا شوفت ما نعود مع بعضهم وكلهم مثل عندكم فنان اسمه الهزاع أيضا كان يقوم بعدة شخصيات لكن أنا كنت بعدة شخصيات عربية بحكم الانتماء القومي والعروبة وكذا فكان هذا النوع كنت تأدي خمسة أدوار في وقت واحد ستة أدوار في دقان واحد وبلهجات مختلفة وأصوات مختلفة وهم كلهم أنا كنت تطينا نموذج؟ يعني أنا عملتها كثير وبعدين كبرت في السن وحنجرتي ما عدت مطواعة ما شاء الله عليك كل ذا ولا هي مطواعة؟ لا مهي مطواعة لا لكن ممكن ألبي رغبتك في الرجل الحديدي لا أسمح الرجل الحديدي أنا دوري عرفان اللي هو الدكتور الذي يعارج المشاكل هذا عدنان ولينا ولا؟ عرفان عدنان ولينا ولا الرجل الحديدي؟ لا الرجل الحديدي الرجل الحديدي جرايندارزر هذه في بيروت واضح يختلف الرجل الحديدي المفروض جاءت امرأة عجوز تشكو إلى الدكتور عرفان من أن العفريت طلع لها أو الجن فقال ما الذي يدعوك للمجيء إلي امرأة؟ لقد جاء إلينا هذا التنين أين هو؟ هناك انظر إليه هناك فلما نظر إليه وإذا به يفتح فما هو يقول يعني هذه القضايا كنت أقوم أحيانا بعشرين صوت والمخرج كان يجد سهولة لأنه ما يعطي مكافأات كان معاني علي المفيد وداود يوفر من خلالك يوفر من خلالي بس أقول له أعطي لي كل شخصية يقول له أنت شخص واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر